بسم الله الرحمن الرحيم رجعناكم شباب اليوم بحال صفحة 24 واللي موضوعها هو الأكبر والأسر نبدأ بالسؤال الأول مع أيها 8500 دينار ومع أخته منتهى 8750 دينار أي منهما معه مبلغ أكبر خلني شوف بما أنه ثم أربع مراتب يعني 2 بالألوف فأش رح نعمل؟ نمسك مرتبة مرتبة نقارنها مع اليمة ونبدأ ونشوف من نص المرتبة واحدة أكبر من اليمة مع هذا الرقم أكبر نبدأ من أكبر رقم من أكبر مرتبة اللي هي الألوف ونقارن وبعدين نلتقل للمئات والعشرات والآحد وهكذا شوفوا جب الألوف هنا ثمانية الألوف وهنا ثمانية نفس الشي زين نعوفها نجعل المئات هنا سبعة هنا خمسة ها أكبر من 8500 شوفوا إذن مع منتهى مبلغ أكبر من الذي مع أيها سؤال بعده اشترت خلود قميصا بمبلغ 5750 دينار وحذاء رياضيا بمبلغ 5500 دينار ما هو الأغلى ثمنا القميص أم الحذاء زين خلنشوف أي الأغلى نقارن بما أنه ذو الأربع مراتب فالطيق نقارن الألوف مع الألوف والمئات مع المئات وهكذا نشوف 5000 يعني الالاف خمسة هنا والالاف هنا خمسة نفس الشي نجعل المئات 207 205 ها المئات هنا أكبر وعليه هذا الرقم أكبر خلنشف هذا الرقميش هذا مبلغ هذا السعر القميص وهذا السعر الحذاء سعر القميص أكبر من سعر الحذاء يعني هذا الرقم اللي هو سعر القميص أكبر من هذا الرقم اللي هو سعر الحذاء وعليه من هو الأغلى ثمنا القميص أم الحذاء لا قميص أغلى قميص أكثر من الحذاء بربع فنشوف خلنك 5500 أقل من 5750 يعني هذا الرقم هو أصغر من هذا الرقم وعليه قميص أغلى ثمنا من الحذاء تمام زين في المزرعة 1425 نخلة و 1145 شجرة رمان أيهما الأكثر النخلات أم عدد أشجار الرمان؟ نقارن الألوف هاي واحد وهاي واحد متساويين عوفوا الألوف نجعل المئات المئات هاي واحد وهاي أربعة هاي أربعة وهاي واحد أربعة أكبر يا با لكن أشنو هذا الرقم وين أكبر؟ زين وعليه رح نقول أنه النخلات أكثر من الأشجار ليش؟ لأنه هاي أربعة مئة يعني هنا مئات أربعة وهنا مئات واحد فعندك 1425 أكبر من 1145 لهذا رح نقول أنه النخلات أكبر من أشجار الرمان فعلوا؟ زين السؤال الأخير يبعد منزل جبار 2825 مترا عن المدرسة ويبعد منزل ناصر 1935 مترا عنها يعني جبار وناصر جبار بيته يعني بعيد عن المدرسة 2800 مترا وناصر بيته بعيد عن المدرسة 1900 مترا فخي نشوف منه منزله أقرب هذه بعدها مدرسة 2800 هذي أقرب 1900 يعني إذا إحنا نشوف منه الرقم الأقل الرقم الأقل هو راح يكون أقرب عن المدرسة زين هذي أخي نقارن هاي أربعة أرقام فراح نقارن ألوف مع ألوف مئات مع مئات وهكذا نشوف أول شي الألوف هاي اثنين هاي واحد هاي أصلا من البداية بيانت هذي اثنين هذي واحد أكيد اللي اثنين أكبر وعليه راح نقول أنه 1935 اللي هي بيت ناصر أقل من 2825 اللي هي بيت جبار يعني لما أنه هذا بيت ناصر أقل يعني عدد الأمتار بينه بين المدرسة أقل يعني شنو يعني هو أقرب على المدرسة وعليه منزل ناصر أقرب تمام يعني أنت خلي أرسم لكم هي بما أنه خلصنا الدرس وعدنا شوية وقت فخلي نرسم هذا بيت ناصر هذا بيت أشون بيت هذا رقم واحد هذا بيت ناصر حلو وهذا بيت جبار وين بيت جبار؟ غير بيت جبار هذا هنا بيت جبار تمام هذا بيت جبار بيت جبار فوق الباص هذا بيت جبار وهذا باب البيت مع الجبار زي هاي المدرسة؟ المدرسة هنا هاي المدرسة المدرسة الحلوة هاي المدرسة هاي مدرسة مدرسة مربعة زي المدرسة هذا بيت ناصر وهذا بيت جبار مسافة بين بيت ناصر بين المدرسة هي 1935 حلو؟ والمسافة بين بيت جبار بين المدرسة هي 2825 حلو؟ أدروني الخط ما مرتب لأنه بالحاسبة شوفوا هذا بيته هذا الخط بين بيته بين المدرسة أقل من هذا الخط ليش لين؟ هاي 1900 متر هاي 2800 متر فهذا البيت شوفوا هذا بيت جبار عفو بيت ناصر أقرب يعني هذا شوفوا المسافة بين بيت المدرسة شوفوا بيت جبار بين بيت المدرسة هذا أبعيد هذا قريب لهذا ليش هصار قريب لأن الخط هذا المسافة بين بيت المدرسة أقصر لأن الرقم أقل هاي 1900 متر 1800 هذا الرقم أقل من هذا الرقم وعليه هذا بيته أقرب لهذا هنكتب منزل ناصر أقرب المسافة بينه بين المدرسة هي أقل إلا هنا شباب نكون خلصنا شرح وحل صفحة 24 إن شاء الله تكونوا فتأمتم علي ونوضع هو سهل وأكيد ما يصب عليكم إذا حبيتوا الفيديو نطولنا لايك وإذا كانتكم أي مشاكل مع الشرح كتبونا بالتعليقات إذا كانتكم أي ملاحظات أو شي هم كتبولي بالتعليقات واشتركوا بالقناة حتى اتصلكم للشروحات والحلول الجديدة أول بأول ومع السلامة